السلام عليكم practical number 6 digestive system الصورة الأولى تمثل لي المقطع ساجتال بالهيد and نيك ويبين منطقة mouth cavity proper mouth cavity proper ويلاحظ upper lips lower lips والجزء الأمامي من mandible والجزء الأمامي من maxilla وياها central ونشوف الروف الجزء الأمامي سيكون لدينا heart palate والجزء الخلفي سيكون لدينا soft palate هذا هو heart palate heart palate يعني pony part والجزء الخلفي راح يكون لدينا soft اللي هو راح يكون عبارة عن muscle ومغطاة بميوكس مامبرين هذا هو الروف الفلور مثل ما تلتاحون انه الفلور أغلبه راح يتكون من التونغ 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 يكون مغطى بميوكس مامبرين هذا الميوكس مامبرين تنزل إلى الأسفل يعني الجزء السفلي من التونغ ورفلكتد على الفلور وتمشي بعدها الميوكس مامبرين نفسه راح يكمل على الميوكس مامبرين يغطي كل التونغ يعني هذا الدورسل سيرفس أو الأبر سيرفس أو تونغ وبعدين يمشي إلى الأبر سيرفس أو تونغ ونفسه الميوكس مامبرين يعني يغطي البون البوني بارت ويكون لي ما يسمى بالقم أو هذا بالنسبة لل طبعا حاليا الفيستبيول فقط بهذه المنطقة يعني المنطقة محصورة ما بين اللب والمنطقة يعني طبعا اللب إكستيرنالي وال القام والألفيولار أرج من الأبر والأور هذه هي المنطقة الصغيرة الهنانة هي منطقة الفيستبيول الفيستبيول بال لاترالي طبعا ما أقدر أشوفها بهذه الصورة الجزء الآخر الممكن أشوفه هو هذا الجزء هذا الجزء هو كل عبارة عن فارنكز هذه المنطقة الفارنكز اللي تكون مقابيل النيزل كافيتي أسميها نيزوفارنكز أمام zh ولل كافيتي راح أسميها أوروفارنكز وهذه طبعا اللارنكز فأمام ال لارنكز راح أسميها لارنكو فارنكز يتكون من ثلاث مناطق بعدها طبعا راح إلى حد الكريكويد كارتلج راح يبدي عندي الإيسوفيغاس تحت راح يبدي إيسوفيغاس الإيسوفيغاس جزء من عندنا راح يكون عندها منك طبعا جزء الصغير والجزء الكبير راح يكون عندنا بالأبدومين الكابتي هذه المنطقات مثل الفيستبيول اللي تكون محصورة حاليا مثل ما دا نشوف ما بين التشيك واللبس والجام والفيولر والتيث نكمل هذا هو الإيسوفيغاس جزء من عندنا قلنا بينك جزء بسيط بينك والباقي المتبقي من عند راح يكون عندنا بالثراس الكابتي راح يمشي وبعدها راح يخترق الدايفرام هذا هو الدايفرام ويخترق الدايفرام إلى أن يصل إلى يعني ينتهي بالستومك نهاية راح تكون بالستومك بالكاردياك أورفيس أوف استومك ستومك صورة للستومك اللي هي راح تكون عندنا طبعا موجودة بالأبر بارت أوف أبدومينال كافتي هذه استومك داخل الجسم وهذه خارج الجسم اللي راح يكون عندنا بيها مثل ما تلاحظون انتيريار سيرفس طبعا البوستيريار سيرفس ما شوفها إلا صار من الخلف وبيها تو كارفيتشر اللي هذه المنطقة سميها كريتر كارفيتشر وهذه الليسر كارفيتشر بعد الستومك هذي طبعا نهاية الستومك بعد الستومك راح يجيني الديودينام يجيني الديودينام اللي هو الاثني عشر هذا هو الديودينام الاثني عشر وتكملة الديودينام راح تيجيني الجيجينام والإليام الجيجينام والإليام الجيجينام والإليام وعندي حد فاصل ما بينهم يعني ما بيناتهم لكن العموم الجيجينام راح تكون عندنا تحتل هذه المنطقة من الأبدون الكافتي والإليام راح يحتل الجزء السفلي هذه المنطقة الجيجينام اللي هي هذه الـ continue nationata بداية الجيجينام هذه الجيجينام والمنطقة الباقية راح تكون عندنا إليام ونهاية الإيليام راح يتصل بال large intestine هذه الصورة شالوا من عدها small intestine كلها شالوها حتى يبين عندي تفاصيل large intestine فالlarge intestine هي هذه كلها عبارة عن large intestine راح تبدي بال ascending colon transverse colon وdescending colon وبعتها تكمل معاتها اللي حاليا ما واضحة بالصورة راح يكون لدينا sigmoid colon بداية large intestine طبعا هذي هي end small intestine اللي هي end of إيليام أول ما يبدي أول ما تبدي large intestine راح تبدي بمثل هذا الكيس اللي نسميه seachum الأعور هذا هو seachum هذه صورة أيضا ثانية هذه نهاية الإيليام وهذه هذه المنطقة اللي يشوفها كأنما كيس يعني متوسع واسع شوية راح أسمي seachum الأعور وهذا الجزء البسيط الهنان هو appendix اللي هي الزائدة الدودية لاحظ هنا هذا نفس seachum الشخص هذا رفع إلى الأعلى حتى يبين عندي واضح appendix الزائدة الدودية هذه هي الابندix الزائدة الدودية مقطع أيضا يوضح لي small والlarge intestine بصورة واحدة هذه هي جزء الجيجينم والإيليام وبعدها راح يبدأ عندي seachum وال ascending colon والtransfers colon هنا أيضا عندي seachum ascending colon transverse colon والsigmoid colon هذا هو السigmoid colon كلها هذي وين راح تكون عندنا الزائدة موجودة داخل الabdominal cavity الرectum هذا هو الرectum يعني هذه المنطقة كلها بالأعلى هذه راح تكون عندي الabdominal cavity الرectum راح يختلف المنطقة راح تكون عندي في منطقة pulvic cavity يعني هذا الحد الفاصل إلى الأعلى راح يكون عندي abdominal cavity وإلى الأسفل راح يكون عندي pelvic cavity هذا مقطع coronal section بالجسم الرectum راح يكون بهذا الوضع طبعا الأسفل الرectum راح يكون عندنا anal canal ومن ثم الانس وهذا مقطع sagital section هذا هو الرectum بالsagital section liver هذا داخل abdominal cavity من الأعلى راح يكون عندنا متصل بال diaphragm هذا هو liver موجود بال upper part upper right part of abdominal cavity هذا liver وهو خارج الجسم هذا يكون شكله وعند بايل الكيس الصفراء هنا موجود بالأسفل يبين طبعا هذا anterior view وهذا posterior view لل liver والكيس الصفراء لاحظة هنا وهذا المقطع الموجود هذا عبارة عن inferior vena cava لأن مثلا ما تعرفون هنا راح يكون أدي الكبد قلنا بالجزء العلوي من الابدومين الكافتي ومغطة بالدايفرام مباشرة فوق الدايفرام راح يكون عندي القلب وشنو أكبر هذه الجهة من القلب راح يكون عندي الright ethereum من يفرغ بيها يفرغ بيها أو يسحب الدم من الجزء السفلي والبطن ويصب بالright ethereum من هو في نكافة فيخرج يعني لاحظوا هو بالجزء الخلفي من الليفر مباشرة راح يخترق الدايفرام ويصب بالright ethereum of heart نجي على الموجودة اللي هي الاكسسسر اللي ترافق ال digestive system أول واحدة أدنى البنكرياس هذا هو البنكرياس هذا كل عبارة عن البنكرياس بي هيد وبي أيضا نك وبي بادي وبي تيل التيل هذا نهايته يكون أدنى في هايلام أو سبلي هذي المنطقة الموجودة هنا اللي ما واضح كل هو عبارة عن السبليم هذا أيضا جزء من البنكرياس وموضح لي هنانا الدكت قناة اللي تطلع من البنكرياس والصب بال ديودين أيضا عندي ال parotid اقلاند parotid اللي هي the largest salivary اقلاند وموجودة ما بين ال ear وما بين الماندبل وأدها قناة لاحظ هذه القناة القناة الصب يعني تخترق ال cheek تخترق muscles of the cheek البuccal الموكسينيتر muscle وتصب إلى داخل الفستبيول sub mandibular salivary gland sub mandibular salivary gland اللي هي بالكبر راح تكون أدنى متوسطة للكبر وتقع بهذه المنطقة خلف body of mandible هذه هي sub mandibular salivary gland هذه طبعا الدكت of sub mandibular salivary gland تمشي تحت اللسان والفتحات مالتها راح تكون أدنى على جانبي الفلور of the mouth يعني هذا الفلور هو of the mouth وعلى جانبي هاي طبعا نسميها lingual frenulum فعلى جانبي lingual frenulum وأخيرا لدينا sub lingual salivary gland تكون يعني هذه تغطي كأنما تغطي duct of sub mandibular salivary gland وتكون موجودة تحت اللسان مباشرة هذا كل ما موجود في العمل لهذا اليوم شكرا جزيلا لحصن الأصغار